مدرسة المسيح عن العلاقات الإنسانية تكلمنا عن مبادئ عامة تكلمنا عن مبادئ اختيار شريك الحياة تكلمنا عن مبادئ العلاقات الزوجية وبنتكلم دلوقتي عن مبادئ تربية الأولاد ربي ولدك استثمر فيه أنت مسؤول أن تجعل منه الإنسان الذي أراده الله أن يكون ابنك بيولد غير مشكل أناملك المحبة الحانية تستطيع أن تصنع هذا الإناء ليكون في أروع صورة ممكنة تكلمنا عن المبادئ دية مبادئ تربية الأولاد قلنا عندنا 12 مبدأ رئيسي تكلمنا حتى الآن عن 6 مبادئ إحنا في منتصف الطريق كنا نظن أننا حليمش أسرع من كده لكن الأسئلة بتاعتكم والثراءها والمنقشة مساعدانا جدا أن نتوقف عند نقطة هامة جدا أشتأكد أن إحنا فهمين أن إحنا مقتنعين أن إحنا عارفين إزاي نطبق ده في الواقع العمل الحلقة اللي فاتت اتكلمنا عن المبدأ المهم جدا اللي هي فكرة التأديب والفرق بينها وبين العقاب وشرحنا إزاي نعمل كده إحنا بقالنا تقريبا حلقتين في النقطة دية إحنا مستعدين نقضي أكبر وقت ممكن عايزين نتأكد أن الحقيقة دية واضحة للأزهان وواضحة للواقع الطبيقي اسمحولي قبل ما أنقل للمبدأ البعادي السابع أننا مرة تانية نبص في الجدول دوت الفرق ما بين العقاب وما بين التأديب أنا عايز أتأكد وأنا بقدم ابني أني بلتزم بالمبادئ دية الطريقة لتأدية هذا الأمر قلنا واحدة من الطرق دية فكرة أني بنأشه مرة واثنين وثلاثة وبعدين ببعده لقطه عشان يقعد مع بعضه مع نفسه شوية ويراجع نفسه فيما يفعل ويقدم سبب جوهري ليه هو مصر على الخطأ وبعدين بلجأ للألم الذي لا يكسر استخدام العصى الخشبية الممزوجة بالمحبة وإن دي ممكن تصلح لفترة معينة من عمر الطفل قبلها ما ينفعش وبعدها كمان ما ينفعش ما بنقولش إن دي الطريقة الوحيدة دي إحدى الطرق اللي تقدر توصل الحب اللي بيوجع من غير ما بيكسر اللي بيوجع عشان يوقز ضميري ويصحيني ويفهمني إن أنا ماشي في سكة غلط وإني محتاج إن أراجع نفسي وأرجع إلى الطرق المستقيمة عايزة توقف عشان أتأكد إن إحنا غطينا الأسئلة المختلفة في موضوع التربية بالتأديب وليس بالعقاب قبل ما ننقل للمبدأ السابع في أسئلة لسه موجودة أوكي فضلي عندي سؤالين أول سؤال الطفل بيعملها غلطات كتير أثناء اليوم آه فأنا بغضو في كل غلطة بدخل بي الأوضة وبفهمه وبنحكي مع بعض القصة اللي إحنا شرحناها في التأديل بتعملي كده ولا بتوعيدي إنك هتعملي كده إن شاء الله هعمل كده آه آه يعني لسه ما حصل آه أوكي فبعد نص ساعة غلطة تاني فإحنا ندخل تاني الأوضة وبعد شوية غلطة تاني فإحنا طول اليوم بندخل ونطلع الأوضة آه وبعدين طب لما نينيدي المرة جاء الحمام مش لذلك سوري سوري بعض فبعد تالت مرة يعني الطفل هينسى إنه دي تالت مرة ليه في الغلطة دي مش وأنا نفسي هنسى إنه دي تالت مرة في الغلطة دي الطفل طول النهار يرتكب أخطاء أخلاقية إحنا منقلم التأديب في الأخطاء الأخلاقية الخطأ والصواب مش بنتكلم عن التأديب في كل حاجة مش كده يعني يعني فهمين الفرق ما بين اللي اتنين فعاله هو بيرتكب من الزنوب والمعاصف اليوم الواحد هادي الكسرة اه اه انا أشك انا أشك خلي بالكوا إحنا بنبني فوق بعضه إحنا في البند رقم كام ستة أنا عامل الخمسة وماشي في الستة ولا أنا معملش الخمسة قبل كده بقى فهمين بقول إيه لو إحنا مش ثابتين في المبادئ لو إحنا مش متفقين في المبادئ لو إحنا بنتخانة لو إحنا ولو إحنا الولد ده هيعمل مليون غلطة هيبقى ماشي نكسر كل حاجة ولخبط كل حاجة لكن أنا بتكلم عن البناء السليم إن أنا عندي قواعد بتخلي الدنيا ثابتة وبالكتير في اليوم الواحد حيامل حاجتين غلط محتاجين أراجع فيهم كأخلاق كتصرف صحيح أو خطأ يعني أخلاقيا صح وغلط فهمين لايزة أقول لكن مش بيعمل عشرة وراء بعض معقول وأنا لسه هجرب بعد الحمد لله مافتكرش إنه إن 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 بالكسرة دي أبدا ما بالعكس أنا دل إدوني أنتو مثال إنه عمالي يعمل الأخطاء بي بي بيزني ويقتل ويسرخ ويجذب وراء وحد كده يعني عندك أمثلة أتفضلي ديها كده تديني أمثلة أتفضلي يعني هل أنا أعتبر إن أنا لما أقول مثلا الحاجة ما يمسكهاش وهو يعني يقررها كذا مرة في اليوم إن إحنا نطلع مثلا من فوق الترابيزة ونطلع لشان نفتح المكتبة ونقول وننزل دي حاجة ضرب أخوه مثلا حاجات بقى من دي طول اليوم طول اليوم نعمل كده فهل يعني نضرب أخوه مثلا بي حاجة أخلاقية لكنه بيطلع يفتح المكتبة أنا أقدر أعمل إيه أقفلها واشيل الكورسي يعني في حاجات أنا أقدر أعملها أخليه ما يعرفش يعمل اللي أنا بقوله عليه ما تعملوش أنا عايز أقلل بقدر الإمكان هذه المواجهة معاه أنا عايز أركز على الحاجات الكبيرة المهمة اللي بتحدد إنه الولد ده هيروح شماله وليمين ولا حيمش عدل تفهماني يا رايز أقوله إن أنا ما تمسكش دي بتلعبش في دي ما تاخدش دي طول الوقت ما نعمان وحاجات مش أخلاق الولد عايز يلعب كويس فأنا لازم أتفق مع إيه اللي يعملو إيه اللي ما يعملوش بلاش دي خد دي ما تعملش دي عشان دي مش للعب لكن دي للعب لكن لأ 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 وما فيش آآآآآآآآ طيب ما هعمل إيه هعمل اللعقة هيتحداني فهماني اللي عايز أقول إيه يعني في بعض الناس بقى البيت ما متوضى بقول الفازات والبيبلوهات والحاجات كلها يعني وممنوع اللمس والاختراب طيب وده مش بيت لطفل منلم الحاجات بنحطوا في دولاب كده بتقولوا نروح قفلين علي ونسيبوا يهيص يعني وده يعني لازم أديله الحرية بتاعت الحركة لازم أفهمه أنه طفل عايز يلعب وعايز يكتشف وعايز يفتح الحاجة ويبص فيها وعايز يبيد يلعب بيها يعني إحنا حفيدتنا دلوقتي عندنا دولاب كده يعني بشوت حاجات فضية كده عارفين ف بسمونيش يعني فتيجي عنده وعايز تفتحه لا بالعكس ونفتحنه وله مش قيلينها فتروح مسكة حاجة كده من الحاجات نديها لها فتمسكها كده شوية وبتاعدين ناخده نحطها ونقفل الدولاب فبعد شو عايزة تعمل ايه تفتح نفتح وتاخد الحاجة وبعدين نحطها وعايز تقفله وبعد شو عايزة تعمل ايه عايزين تفتحه يعني بنلعب ما لازم نلعب ولازم نلعب ولازم تكتشف وده بينامي زكائها فأماني انا مش خايفة على حاجة قوي وبعدين لو حاجة من دي كسرت ما تتكسر الشيء ولا الشخص انا خايفة عليه من حاجة تعوره انا مش خايفة على الحاجة وبعدين حاجة سمينا وأقول اشيلها اشيلها بعيدة عنه وبعدين دي ممنوع لازم يبقى في حاجة ايه مسموح بي فأي عمل ايه الدهالو فهم ما لازم اقوله ايه يعني ده عايز يلعب عايز يتحرك عايز يكتشف عايز يسو عايز يلف القوضة دي عايز ياخد القوضة دي بتتعلم المشي دي وقت فتخمسك عندينة وتدل المشي وتخش القوضة لا مش القوضة دي وبعدين سيبها مش انا ماشي لأ انا عايزها تكتشف انا عايز اوسع المدارك بتاعتها واضح الفكرة لأ 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 هيكسر كل القوانين لأ لازم تبقى اقل ما يمكن واه اكتر ما يمكن ضرب اخوه لأ وبعدين بجيبهم لانه ممكن بيضربوا بعض وبعدين يعني ايمان يمكن تقدر تجاوب على الحكاية دي احسن مني كان بتعمل ايه لانه غايب على البيت وبتخنق مع بعض عارف احسن حاجة تعملي ايه تسيبيهم وتخرجوا تسيبي القوضة الخناء هتوقف الخناء هتوقف طول ما انت موجودة هيتخنق لان في بابا يحوش او ماما هتعوش لكن اول ما يقفش في بابا وماما وما حدش حيحوش حيوقفوا الخناء مفيش جمهور مفيش جمهور ايوة بالظبط وعايز جمهور عايز شخن مفيش مفيش حد بيسخن تطفي ف تفضل في بعض الوقات من كتر الاوامر لا 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 بحيث ان هو خلاص بيفصل فهو مش عايز يسمع تاني حاجة مني وعايز يعمللي في دماغه حتى يعني انا بعتبر مثلا في بعض الوقات هو بيدخل المطبخ يجيب مثلا بعض الحاجات من المطبخ يطلعها في الصالة اللعب بتاعته نكون موضبينها حطناها رتبناها اروح لشغل للصبح ارجع الاقي الصالة القوضة بعض شوية في الطرق يعني قرب ندخل على الحمام فكل حاجة منتشرة في كل مكان وعايز مثلا يلعب درامز يجيب الحلل ويعود ويعمل ويجيب الخشب ويعيش حياته ده طفل هادي جدا اه انا بحاول اشكر ربنا على كده يعني بس لا بحيث فعلا في بعض الوقات انه من كتر الاوامر كتر الاوامر بيبقى خلاص مش عايز يسمع حاجة تاني انت بتأكد على انا بقوله انا بأكد اشكرك يعني دي ممكن تكون شوية نقطة خلاف في انه يعني يعني بتوقع كده انه هو كلهم اطدر ما بيسمع لا اهنا منفعش لا اهنا مش مسموح لا ادي مش تابعك لا ادي مش عفية بحس انه وغصبة عننا في بعض الوقات ان احنا يعني مش قادرين نشيل كل حاجة في اعلى حتة يعني يبقى نشيل كل حاجة فوق النيش مثلا او فوق الدولي احنا عندنا ثلاث ولاد انا مش عارف ايمان كنت بتعمل ايه في البيت احنا عندنا ولادين انا احنا ثلاثة فانا عايز اسمع ممكن ايمان مراتيه معنا في الحلقة ديت انها كأم لثلاث ولاد يعني اشقية وتلاثة مع بعض يعني كنت بتعمل ايه في البيت بتتصرف ازاي مع الشقاوة ومع اللخبطة اللي انتو بتقولوها ديت وعايز يطلع وعايز يعملوا اللعب فين احنا كنا بنبتين يقول ده غلط وصح فين كان بتقول لأ هنا انا محتاج اقف واقول لده حدود ونخش فيه الرحلة التقديم وفين مفيش رحلة تقديم مش محتاج ده ده الحياة الطبيعية والتعبير الطبيعي عن الطفولة فممكن ايمان بليز خدي المايك وتعالي هنا اشرحين الحياة تقديم جاوبين لنا عليها هو طبعا انا مش هقول اللي انا عملته بالزبط لكن هقول اللي انا فهمته من عبر السنين يعني ولا انا تعلمته في العاقل لكن مش اكيد ان انا من اول طفل فهمته كل حاجة بتتعامل ازاي وانا ده اللي عملته بالزبط من اول يوم فهمين قصدي فاللي عايز اقوله طبعا احنا تسعين في المية من الحاجات اللي بنيفنا اللي قول عليها لا 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 ممكن من قولش عليها لا ولا حاجة ان احنا بنقول عليها لا علشان احنا نستريح علشان احنا يعني نقبر دماغنا لكن هو من حقه حاجات كتير قوي 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 من احنا نقول عليها لا لا دي هي الفكرة انه زي ما سامح كان بيقول الدافع اللي ورا الحاجة اللي بيعملها دي ايه هو عايز عنده طاقة عايز يطلحها مش زنبه ما انه لو كبتت الطاقة دي طب هو هيطلع الجوا احباط هيطلع بقى الاحباط اللي جواه فامور فعلا بقى اخلاقيا مش مزبوطة فهو لازم يطلع طاقته لازم يكتشف و لازم يتنطط و لازم البيت كله بقى ملخبط و لعبه في كل حتة يعني كل الحاجات دي من حق هو طفل فاننا الحاجات اللي معظمها دوافعها بسيطة و معظمها دوافعها بريئة فانا هفضل اقوله لا 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 يتشاء يتشاء و يلخبط و يشد و ينزق عادي و انا علي ان انا اوضب بعد ما ينام على قد مقدر و ممكن نسيب الدنيا هايصل لانه الصبح هيعملها تاني فهي الفكرة انه احنا كمية الحاجات اللي بقوله لا لا و بنظلمهم فيها دي بتخلي جواه احباط يخليه يغلط بجد فاحنا محتاجين نرجع روحنا في موضوع امتى نقول لا دي ارجو المبدأ ده يكون موضوع بقى الخناء ده تحب اقوله اه بليل النقطة دي مهمة قوي قوي الحقيقة لانه العيال اللي بتتخنق اقولها باختصار العيال اللي بتتخنق مع بعض تي حاجة صحية اكتر بكتير من العيال اللي ما بتتخنقش هم اللي ما بيتخنقوا مع بعض بيحتاجوا ببعض مهتمين ببعض حاسين بوجود بعض لكن لو كل واحد اشترى دماغه و قاعد في حاله و بيلعب في هدوء دي علاقتهم تطلع اضعف من لو كانوا بيتخنقوا مع بعض ده بجد الخناء معانيتها ان هم حياتهم في بعض فهي العلاقة لازم يكون فيها كده و هم صغيرين فالخناء مهم في الاطفال و صحي جدا دي اول حاجة فانا نقلقش ده مش معانيتها ان هم انانيين ولا وحشين ولا اي حاجة ده معانيتها ان هم اطفال طبيعيين بيحبوا بعض و بيحبوا يحتجكم بعض دي حاجة الحاجة التانية طبعا دي حاجة مقلمة قوي للام يعني من اصعب الحاجات معرفش الاب انا بقول كأم يعني من اصعب الحاجات لما اشوف ابني بيدرب اخوه او دي حاجة بتبقى بتدايق جدا 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 فالحال ان انا اقول لهم روحوا قداتكم وتخنقوا زي ما انتوا عايزين فوايتها اول حاجة انا هترحم من ان انا اتعب من ان انا شوف المعارجة دي بتحصل قدامي الحاجة التانية ان هم الوحدهم زي ما سامح كان بيقول هيخافوا هيخافوا قوي و هيخافوا على بعض و هيخافوا انهم ما يقفوش في الحتة الصح فهم تقريبا مش هتروا بعض والخناقة هتوقف و عايفش يعني على بالما بيوصلوا قدتهم فاساسا الخناقة ممكن ما تحصلش فهي اسهل حاجة خشوا قدتكم و قفلوا بابكم و عمروا اللي انتوا عايزين فدي بتنقذ بتنقذ اعصابك من انها تتشد و ان تتعبي و في نفس الوقت وكمان ما بتضطريش ان كنت تتدخلي وتتدخلي غلط لاني شتوش عارفة كل الحقيقة فين فلما بتتدخلي يعني عمرك ما تغلطي الغلطة دي انك تتدخلي لانه ممكن اوي واحد يباني انه هو اللي غالبان ممكن مئة الف حاجة فانتي لو ادخلت وخدت يصف المظلوم هتبقى مشكلة كبيرة فاحسن حاجة انت ما تاخديش يصف حدا خالص هم يخشوا ويتخنقوا يصفوا معركتهم مع بعض اللي لو كان فيه باين يعني في حد يعني واحد جنع على حد وضربه تاني يعني يوقف كده وبينضرب انا لازم احامي على اللي بينضرب واضح الفكرة يعني ايه او اتعور فانا لازم اتدخل في الوقت ده لكن الخنقات العادية ديت اطلع براها اطلع براها اشتري دماغك ده جزء من اللعب ده جزء من منه بيكتشفوا بعض ده جزء من انه هما بيتصحبوا على بعض باللغة الطفولة خلي بالكم من الفرق ما بين الحاجتين دول كنت عايزة اعرف من سن كام ابدأ ان انا ما تدخلش في الخنق وقلوهم روحوا قدتكم يعني انا عندي ثلاث سنين ونص وسنة ونص فالصغير لما بيتدرب وانا حاولت ان انا ابقى برا للخنق لقيت انه الصغير ممكن يجي يتخنق معي انا ويدربني انا ان انا ما حميتش عنه والحد امتى اسيبه يعني يبهدل في المكان وانا ألم واعلمه امتى ان هو اللي لم لا ثلاث سنين ونص وسنة ونص ده فرق جبير قوي قوي في العمر ده يعني لما يكون ستة ونص وثمانية ونص غير ثلاثة ونص واحد ونص ابو واحد ونص ده ما فيش يعني لازم عشان تقولي لهم يروحوا قدتهم لازم يكون فيه تكافؤ فانت متأكد ان هم حيعرفوا يتصرفوا لكن ثلاث سنين ونص بيدرب ابو سنة ونص لازم تفكري يعني اللي حسب بقى الموقف لكن ما يفعش طبعا هي ما اسوقني مويته اللي سنة ونص ده مش يعرف يدفع عن نفسه فهي طبعا لازم يكون فيه تكافؤ اكيد في الحالة دي لازم تفكري اللي الثلاث سنين ونص ده بيدربوا ليه غيران منه فلازم انا افكر انا محتاج اتعامل مع غيرته يعني هو متدايم انه ليه بيدربوا ليه دي مهمة لان سنة ونص ده مش بيقزي عشان اضربوا فاني بيدربوا ده معناه ان في حاجة مش مظبوطة جوه نفسية التاني واضح الفكرة؟ ومايتسبش الواحد وده ابدا مع اخوك لا يعني سنة ونص ده لسه ولا حاجة ده لازم يبقى فيديلي انا فيعني ارجو حكاية السن ديت واضحت اوكي طيب بس انا عايز ارد على امتى يلم اللعب دي احنا لازم نكون ريلاكت شوية يعني العيال لازم يعرفون الحياة حلوة وفيها يعني احنا عايزين ننبسط وعايزين نلعب والبيت يكركب يكركب وتتوسخ تتوسخ يعني احنا محتاجين يعني من نبقاش كشرين ولمو اللعب والنظام والنظافة لا يعني لازم يبقوا العيال تبقى مبسوطة وتكركب وتوسخ وتوسخوا ويتطينوا مش اشكال مش اشكال مش لازم يبقوا نضاف ومستحميين والبيت موظب مش مهم يعني هم لازم يعرفون ان احنا في صفوهم احنا مش ان احنا البيت موظب ونضافتكم ونضافت البيت هي كل حاجة لا بالعكس احنا عايزين هم ينبسطوا وعايزين هم يلعبوا وعايزين هم هيصوا وعايزين هم يكركبوا واحنا معاك ويالله انت تكركوا وانا هكركب معاك يعني احيانا بتعملي بتكبي انت بيدك السبت كله في الارض فالفكرة ان احنا العيال محتاجين يشعر أنه في صفهم ونحن نريدهم فرحانين ونريدهم مبسوطين ونريد النظام والنظافة. طيب أنا كنت أريد أن أسأل لابنزة صغيرة هي التي تضرب بابنزة كبيرة. والكبيرة تضعي قوي. ويوجد تعمل حركات بأيها يعني أنها معطاردة. أيضا السن كم وكام؟ واحد ونص وخمسة ونص. واحد ونص التي تضرب خمسة ونص؟ أه. أنا لا أعرف لماذا تفعل ذلك. فهي لا تضربها مثلا تزقها كده جامد أو مثلا لو قاعدها على الكبيرة على الرجلي تقوم زقها جامد. فكنت عايزة أسأل. الكبيرة بقى بتضيق قوي. وبتبقى عايزاني يدافع عنها. وأنا ببقى حاسة. يعني ببقى حاسة لأ أنت يعني محتاجة يعني مش عارف صح ولا غلص يعني. بس ببقى حاسة من فاشية لوليت نازين طوله. أقول لي ماما بتعملي مش عارف إيه. حاسة أن هي كبيرة. إنهي طبق. يعني مش عارف. يعني حاسة لغبطها شوية أنا بحاسة أن هي. ما يفعش أن هي تعتقل كل الوقت بعديها عني شليها عني أو كده. وصل له. هي احتمال كبير قوي أن تكون الصغيرة عايزة كبيرة تلعب معها. بتنكشها. يعني 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 غالبا ده تعبير حب عند الصغيرة. أحيانا كتير الصغيرين بيعودوا وبيضربوا. ببقى تعبير حب. مش 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 نتيجة أجراشن. فغالبا أنت كمان ممكن تحسي بكده. لكن احتمال كبير قوي تكون هي عايزة. يعني ده بتحب الكبيرة. فبتعبر لها بالطريقة دي. فإذا مش عاقب الصغيرة أنها بتعمل كده. وفي نفس الوقت مش مطلوب من الكبيرة أنها تتحمل كده. لأنها مش عايزة تتحمل ده. فأنا أدافة عن الكبيرة. فأنت فهمي الكبيرة. ولا هي بتعمل كده. ده طريقة تعبيرها لكي عن حبها. ده طريقة أنها بتنكشك. أو زي ما بتقول هزي هتلعب معها. إلعابي معها. هي بتنكشك. بس من غير بخصب عليها برضو. ما تفهم البنت صح. فما تتضيقش منها. وفي نفس الوقت. يعني إذا حب يعني. حلو أنها تلغيها. وأنها تلعبها. من غير ما أنكد على الكبيرة. وخليها تعيش دور الأم برضو. يعني. فهمها قصدي. يعني بصي لها لعبيها. أعملي لها بتاع. وعلى قد ما تقدري. وخلاص. أنا المشكلة بقى أنه. يعني. لما بتبتدي. خناءة. حتى في التهريج واللعب. هي خناءة. يعني. بس بتبقى بين التلاتة. يعني. والأعمار. ده اللي كان عندين. في خمس سنين. وعشر سنين. واربعتاشر سنة. فالتلاتة بي. بيهرجوا مع بعض. بيتخانقوا مع بعض. وبي. خمسة وعشرة. خمسة وعشرة. واربعتاشر. خمسة وتسعة واربعتاشر. لا دول. يعني أربع سنين. أربع سنين. وتقفلي عليهم. وانتي بتطمنة. يعني. وفاجأ بكارة صبقة. لا لا مش كارسة. تحصل. أنا ما بقى. جرب يقول لهم. انتو يعني. يعني حلوا مشاكلكم مع بعض. أنا. ما هي ما بتنتهيش يا إيمان. يعني فعلا ما بتنتهيش. يعني. 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 يا إما بيتخانقوا. بتهريج. يا إما بيتخانقوا بجد. يعني. يعني. يا ده. اللي تنين حلوهم. بيهرجوا. يعني. يعني انت جربتي. يتكسر. يتخبط. يعني إن شاء الله لا. يعني. 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 مش ممكن مش هيتخانقوا مع بعض. ده احتمال مش وارد. يعني. يعني. دي. ما لهاش حل. يعني. عمرك ما هتلاقي في حل اسمه. لو عملنا كده لعمش هيتخانقوا مع بعض. فده مش وارد. هم هيفضلوا يتخانقوا. يعني. الحل. لي. لي. لراحتي النفسية. وليهم هم. إنه هم. يقفلوا على باب قودتهم. باب قودتهم. ويستفوا مع بعض. يعني. ده مش مبدأ أحط. إن ممنوع تميد إيدك على أخوك. أو ممنوع تضربه بعض. يعني. بصراحة كنت بعافر في المبدأ ده. إنه ممنوع تضربه بعض. ما ينفعش تضربه بعض. يعني. ما يجبش نتيجة مع وصول ما يجي فكرة. ما يجي فكرة. بصي. هم. هم أخوات. وهم يعني. إحنا بنتكلم برضو فرنج عيال طبيعية. والأم تبقى حاسة بعيالها. إذا كان فيهم حد محتاج دكتور نفساني. ولهم فرنج عيال طبيعية. لو هم فرنج عيال طبيعيين. ودخلوا القودة في الأعمار اللي أنت بتقوليها. أكيد مش هيئزوا بعض. ولو الصغير حاب يأذي الوسطاني. هيدخل الكبير هيمنع يعني هما. هيتصرفوا مع بعض بحنية كافية. إنهما في الآخر مش هيبقى في أزيه. هسيب جرابي وربنا يرسر. فضالي. بقى الحقيقة هو تعليق. لو كان هنا كانوا يحبوكي واتبسطوا قوي. وشعروا أن أهلي فعلا كابتين على نفسهم طول الوقت. يعني أنا أولادي يتنشيرون جدا 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 برا. هما بيقولوا لكم إيه هتعملوا فينا. هاتوهما هاتوهما. وكل لما رتلع الأوضة يمسي كل نوتة. هنتو كتبتوا إيه هتعملوا إيه. يعني فالموطوع it's too big for them إنو حاسين إنو. في حاجة كبيرة حصلة وإحنا مقنين طب منهم ده في صالحكم إحنا نبقى كويسين ومحترمين فأنا عندي سؤال بس هو أنا بعمل الثلاث خطوات أو الأربع خطوات دول بس أنا مش بعملهم من جوة القوط يعني زي الموقف اللي حصل في الفيلم ده البنت والبنت بيتخانوا مع بعض أنا بتدخل يعني مش بسير الضيفة واطلع وروح بمسك البنت والبنت وحكي معاهم أنتوا ليه عملتوا كده مثلا ده صح ولا غلط ولا لازم بنتي دايما أنت بقى الواحدية يعني دايما أنا بقى في قوضة ولا ينفع عمل الهيدنج ده أو يعني الانذارات دي وإحنا عادينا أنت مش بسؤول عن بنت الجران أنت بأي حق حت تقعود دي الكلمة عادتوا لأي ده غلط وصح لما ممتها كده لأ احنا بنحكي إيه اللي حصل لا ما اتفقناه يعني لو هي خدت البنت وإنتي خدت البنت وعادتوا حتى في الصالة بس كلها ده حكي لنا إيه اللي حصل معقول لكن مقدرش يخدوا هم الأتنين وقولوا أمي حكي لأولا الحكم البنت الجران هتعيط مني وحتحس أنت بأي حق هتحزبيني لو هي الأم التانية فاهمة ومعانا ودرسل معانا ديت ولما ده حصل كل واحد خد ابنه أو بنته بتد يتكلم معه وإيه اللي حصل مقبولة يعني هو لازم يبقى الواحدين ثلاثة ده لازم سابرت يعني لازم لوحدنا دايما ده حوار بيحاش قدام أخوتها ولا قدام أخوتها يعني أو ده أخوتنا كل يعني الولد أو المين لا 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 دي علاقة ده ده جزء من إحنا بنعمل إيه في الكمبات وكمبات دي بقى تين ايجرز بنعمل إيه في الكمبات اللي بنعملها هنا في بيت الوادي الـ WSC Camps اللي هي المخيمات الرياضية بتاعت الشباب عندنا مبادئ عايزين نزرح منها الـ discipline منها الـ الانضباط فبنعمل discipline فبنعمل تأديب عشان العيال ينضبطوا العيال جايين مش متربيين يعني بعضهم على الأقل يعني فبنلعبوا عندنا قوانين معينة للعبة وقوانين معينة للنوم وعندنا نظام بالكمب فيه نظام مش زي مؤتمر كده كل واحد يعمل له وعايزه فمن الأول بنقول النظام بتاعنا واحد اتنين ثلاثة اربعة والسنة دي حتى عملوها أغنية في بداية الحفل الافتتاح بنقول ادي القوانين او ادي الرولز بتاعت هذا الكمب بيجي حد يفايوليت يكسر يتحدى المبدأ دوت نظبوط فيكسره فبنعمل معا كده حبيبي بتعملش كده احنا اتفقنا كده واخدنا عهد مع بعض بني بنعملش كده بيفيوليت اجين او بيكسر تاني وبيصر على الغلط ده حبيبي اتفقنا كده وده مش حينفع ويعني حيبقى فيه تقديب لو ما عملتش كده بيعملها تاني بنعمل تقديب تقديب ده بنعمله ايه بقا؟ بيبقى يالكاونسلر بتاع القوضة اللي ماسك القوضة أو لو كانسلر خلاص نفس وتقطع بيبقى فيه واحد مسؤول في الكامب على التأديب دوره يعمل التأديب دوت فبيروح واخد الشخص دوت ويعمل معاه الديسبلين الديسبلين ده ممكن يبقى مثلاً هنلف التراك الكبير عشر مرات بيلفه معاه وبيستغل الوقت ده بقى ان يحكي معاه حكيلي عن بابا حكيلي عن ماما حكيلي عن ظروفك حكيلي عن مدرسة في أغلب الأحيان في اللفة العشرة الولد ده بيسلم حياته المسيح بصغير حياته لأن أنا مش بعقبه ده أنا عملت له ديسبلين عملته معاه أنا تمشيت معاه عشر مرات بقول له أعمل ضغط مية فبينزل فأنا بينزل معاه هو بيفيس عند عشرين وأنا بكمله المية فبنتصاحب مش بعمل ده قدام الخلق كلهم كل ما كنا لوحدنا كل ما فرصة الديسبلين دي تعمل إيه علاقة حميمة بيننا وبيننا بعض حوار عميق بيننا وبين بعض تواصل إنساني عقلي ووجداني بيننا وبين بعض دي فرصتك لعلاقة أعمق من أي علاقات تانية وإحنا بنلعب ومناكل ومشرب فأنا مش عايز أعملها وسط كل العيلة بفرصتي ده أنا بربي ابني ده أنا بستثمر فيه ده أنا بزرع في عقل القيم ده أنا براقش معاه المبادئ ده أنا بعلمه يفكر صح صح؟ هعمل كده وسط الدوشة وسط الناس قدام التليفيشي إن كل عاجب تحصل ده آآ الكلمة الدرجة إنه ما تعميش كده عشان أنا هعجبك فأغير كلمة فيش أغير أصلا أوكي ما أنا مش أستخدمها على الكلمة أيما ما أنا عايزة أغير المصطلح ده بكلمة تانية مين؟ أقوله أقدمك نتعميش كده عشان ده غلط ده أنا بقول المرة التالتة وإيه؟ وإيه؟ بقوله حيبقى فيه ديسبلين حيبقى فيه تأديب حتبقى فيه حاجة بتوجعك عشان ما تنساش وبنتفي عليه أحيانا ومرات لما بيكبر بعد السن اللي فيه ما نستعمش العصايا بقوله اختار اختار ما بنده وما بنده وبده بخيره تلات اختيارات هو اللي بيختارها ربنا خير داود ها تختار ده ولا ده ولا ده فأنا بخيره اختار إنه يقع فيه ربنا عشان عارف إنه رحيم فأنا بخيره هو بيختار بنفسه إيه الحاجة اللي توجعه وما تكسروش فده لازم مش عالملأ ولا إيه؟ إحنا فينا المبدأ لو فينا المبدأ هنعرف زي اللي ينفزه الفكرة عشان كده هنعملنا الليستة دي أنا عايز أحافظ على قيم التأديب هم؟ عمليه بقى بطريقتك لكن المهم خلي بالك هنعمل دول هنعمل دول بالطريقة التصعودية بالحوار بالاقتناع بالاتفاق بحيث لما تيجي أنفز بقى التأديب اللي بيوجعه هو متفق معايا هو متفق معايا إحنا عملنا اتفاق ينفع لو ماما عملت واحد اتنين تلاتة بابا ييجي يعمل الرابع على طول ولا لازم يبتدي واحد اتنين تلاتة ده غالبا كنا احنا بنعمل كده هي عمرها ما عملت نمره ربعة مقدرتش خالص تمسك العصائي مقدرتش لا اهي مش لازم تكون عصائي مثلا بابا ييجي يعرف ان واحد اتنين تلاتة ما تنفذتش فييجي في الرابع يقول خلاص كمبيوتر مفيش لمدة اسبوع هو ده هو ده اللي بيبقى جواه اه ممكن بس طبعا بس بس ما فيش نقاش ما فيش نقاش بينه وبين التفرق ما هو ده مش كويس اه ما هو ده اللي انا عايز اعرفه ينفع كده ولا لازم يبقى فيه حيط تتحوار حبيبي احنا انا عرفت ان حصل كذا واتفقتوا على كذا وحصل كذا فاعيد معاه سك دي لان انا عايز كأب بالذات لو ده ولد انا عايز كأب أصاحبه فرصتي في الوقت ده دي فرصتي عايز اتقول تعليق لا اعايز اقول بس انه يعني المهمة اوي ايه الحاجات اللي انا بقعد اقول عليها لأ دي وتوصل في الاخر بين للعقاب لحسن يكون في حاجات كتير من اللي بنقول عليها لأ دي أصلاً مش مفروض نقول عليها لأ يعني مفروض مفروض اللي أقول عليه لأ وأوصل بي للمرحلة دي ده حاجة حاجة عيالكم همستو عمني من فاهموا حاجة يعني فاهم قصدي يعني إحنا برضو المصريين بيوتنا قلبة نكد إلى حد كبير من كتر اللأ من كتر موضوع المذاكرة ففي الآخر البيت بقى نكد وبيت العيال أول ما بتجبر عايزة تنزل وش عايزة تروح يعني برضو الأم من واجبها إنها تعمل بيت سعيد بيت سعيد يعني وفي العيال فرحانة ومش خايفة وبتلعب ومهيصة ومفيش الرعب بتاع لا 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 ليه 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 يعني الموضوع ده ما هوش مش مفروض إنه هو يكون حاجة كتيرة في البيت فالجو ده حتى وبعدين مثلا عايزين الولد يلم بتاعه ممكن هتديله موتف وممكن نقول له تعالى نلمه مع بعض مثلا أدي السبت أهو تعال أنا هتديك البتاعه وأنت تروح تحطها مش عايزة إيه يعني يعني إحنا الاثنين ما با يعني ممكن نعملها بطريقة فهان في الألم اللعبة لعبة ممكن نعملها بطريقة فهان ممكن نعملها بطريقة لذيذة ممكن بس 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 الفكرة إنه الجو سعيد والعيال فرحانة وما فيش ضغطه وأفكر قوي أنا بقى اللاقة دي ليه لقلا تكون اللاقة دي عشان راحتي لقلا تكون اللاقة دي أنا مش مركزة أصلا أهو لقا وبس نعمل كده كتير قوي لا لا ما تشدش في حالف إيه من عالترابيزة طب هو عايز يشدها هو ما يعني ما فيش حاجة اسمها لا ما شدش البتاع من عالترابيزة يعني ما هي عايزة أنا أنا عايزة أشدها يعني فأنا لازم أخوتها حسب يا حبيبي أخوتها وشيلها بعيد عشان ما تتكسرش لكن هو يعني إيه اللي في مخه إيه 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 الدافع الوحش اللي هيخليه عايز يشد المفرس ما هو مش عايز يكسر البتاعه هو مش فاهم حاجات كتير عشان مش فاهم وحاجات كتير عشان بيكتشف وحاجات كتير عشان هو طفل ففي الآخر لا 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 طب أنا بقى هقريفكم خليني أضيف حتة مهمة هنا قوي يعني أرجع فكرة الكامبات تاني فكرة الكامبات دي متعامل مع التين ايجرز يعني الكامبات دي من سن 11 إلى 17 اللي هو الـ يعني أول مبدأ بنقوله للسطاف بتاعنا إن الكامب ده لازم يقفن لازم العالي ينبسطه نبسطه مع الآخر بنقعد العالي يخترعه في البرنامج ويعمله فيه البدع عشان إزاي نخلي الأسبوع ده أو الثمانة أيام دي أسعد أيام للعيال دول إزاي اليوم ما يعديش من غير مفاجآت وألعاب والعالي ينبسطه يطرشقه من الانبساط ده مفتاح الطفل إنه ينبسط إنه ينبسط إزاي يخلي البيت زي ما تقول الإيمان مكان امبساط فن إحنا هنا إحنا هنا عشان ننبسط تنتيني؟ مش هنا عشان الرولز إحنا هنا في الوقت يا أولاد عشان هنقضي أسعد أسبوع تعالي تفرجي على زي بيحجزه دلوقتي دول تين أجرز دول سن الطين ها ها اتفرجي أول ما نفتح باب الحجز طوابير في الكنيسة أو صح ولو تأخرته خلاص قفل ليه؟ معنى في ديسبلين في ديسبلين بس الديسبلين رقم كام؟ رقم ثلاثة رقم واحد عندنا إيه؟ فن انبساط رقم اتنين تشالنج بخليه يعمل اللي عمره ما عمله في حياته أنا اللي بمطه أنا اللي بتحديه إنه يبقى أفضل أنا اللي بخليه يغلب خوفه أنا اللي بخليه يعمل حاجات ما عملهاش قبل كده مش أنا بمنعه من الحاجات اللي هو عايز يعملها فأنا بسطته تحديته وربيته حديني الحق يا ربي إيه؟ لأني بسطته إبسطيه هتاخد الحق تربيه خلي في أضيق الحد اللي لقه اللي بعدها في تقديب وأوسع مجال اللي هو يلا نبسط هنا قدر أقول إيه بقى لخبطنا الدنيا وزعنا إيه؟ عايزين نوضب أنا عايز يوضب معي وعايز أعلمه نوضب هنا أقوله بقى لو وضبت معايا وساعة تانية وأنا بوضب لك حكتك فيه شوكولاتة فيه مكافأة بص المكافأة على إيه؟ دي المكافأة ساعة حيلم معايا صح؟ حيلم معايا فحيريحني وفيه مكافأة فأنا علمته الإيجابي بالمكافأة مش علمته ما يغلقش بالمكافأة فاهمين اللي عايز أقوله؟ يعني المكافأة للزيادة للزيادة مش للناقص مش للناقص فاهمين بقول إيه؟ فأنا معاه أنا ليه أنا أنا هنا فوريو الحب الحب لما بنعرفه بنتكلم عنه في الزواج أنا من أجلك أنا هنا لأجلك أعمل إيه شأن أسعدك فاكرين يعني خدت الخدمة دي كذا مرة What can I do for you؟ لو أولا بحب شركة حياتي أقوله أعمل لك إيه يبسطك قولي أنا عايز أعمل لك إيه؟ لأني مرة بنعمل حاجات ما تبسطوش يعني أجيب له هدية مش هو اللي عايزها فاهمت؟ أو أعمله مفاجأة تبقى بالنسبة له خبر منيل فأنا لازم أعمله اللي يبسطه فأنا عايز ابني أعمله اللي إيه؟ اللي يبسطه ودي إيه عرف ابنك ربيه في طريقه هو بيحب إيه يعملهله لما إيه بعمله اللي بيحبه بعمله الأكل اللي بيحبه بجيب له اللعبة اللي بيحبها بسمح له يلعب في الوقت اللي هو عايزه فهماني عايز أقوله إيه؟ فلما أجي أقوله على لأة ويسر هو إنه يعملها يبقى مئة مئة مرة إن أنا أقدبه وحيقبل وحيعتبر ده حب العكس بقى صحيح؟ إنه كله لأة وبعد في الآخر هنقعد نعاقب طول النهار فهمتوني بقول إيه؟ عشان كده نمرة ستة الديسبلين ها؟ في خمسة قبلها لو الخمسة دي معمولين الستة دي بتبقى سهلة أويه سؤال إيه؟ سؤال إيه نتاني؟ كان فيه سؤال زمان قوي حسنا كنا صغيرين من كم حلقة كده الفلوس أنا بفكر إنه الفلوس مش مبدأ في حياتي أنا أساسا أكافئ بعيالي لأنه لو أنا أساسا كافية عيالي بالفلوس معناه أن أنا بحببهم في الفلوس ولو أنا حببتهم في الفلوس وحسستهم إن دي قيمة أنا بديها لك نتيجة حاجة حلوة عملتها أو تشجيع أو 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 فأنا بدخله في سكة ما ينفعش يخشتها دلوقتي عايز تعليق حضراتكم يعني اللي إنت قلته ده صح إن الفلوس ما تبقاش ولا يعني ولا الحرمان منها عقاب ولا إن أنا أديها مكافئة لو فيه سؤال تاني في الفلوس ممكن أتكلم فيه بس اللي إنت قلته ده صح هي مفقاك بالذات وهو صغير يعني وهو صغير مش فلوس مش عايز أعوده إن الفلوس دي حاجة مهمة مش عايز أعوده إن الفلوس دي حاجة ليها قيمة لكن المكافئة إن هعمل له حاجة نفسه فيها هجيب له اللعبة اللي نفسه فيها بيحب الشوكولاتة هجيب له إيه اللي بيحبه أجيبهه له فبالطريقة دي المكافئة مش فلوس ويحوشها ويبعها فلوس ومش عارف فهمين اللي عايز أقول إيه ويبعها فلوس قدام صحابه الخطورة دي إن المكافئة فلوس أنا بحوله إلى نظرة مادية قوي 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 غير إني بحقق له أمنية كالنفسه فيها يعني أنا أوافق معاك أكيد في الحكاية دي لما بيكبر وخلاص الفلوس ما بقاش زي قيمة وهو محتاج فلوس عشان يخرج مع أصحابه من نسباله الديني فلوس أحسن مات الديني حاجة أنا مقدر مش عايز أستخداره يعني لما بيكبر الوضع مختلف تماما عنه وهو طفل صغير يعني لات تين اجر يعني ستاشر فما فوق أو سبعتاشر فما فوق بالظبط كده بيخرج لواحده محتاج إنه يسرف بالظبط كده وديله في الحدود ومش معنى إنه هو ما صرفش فلوسه كلها وأنا كده كده أنا كده كده يبقى عايش في بزخ ملوش معنى لكن لو الفلوس قلت معاه أديله القليل اللي دايما يخليه مش مزنوق الإحساس إنه مزنوق ماديا ممكن يدفعه لحاجات مش مزبوطة في حياته فالإحساس دايما أنه أنا مش مزنوق وأنه عندي بابا وماما اللي حسين بي اللي في حدود المعقول أنا بصرف ده بيديله إحساس بالأمان وبالطمأنينة يعني يعني يكون معاه اللي يخليه مستريح وفي نفس الوقت بفاهمه قيمة الفلوس يعني مستريح ممكن مستريح دي خرج مع أصحابه دخلوا كنتاكي أو دخلوا فول وطعمية ولا دخل حسب ظروفي أنا كعيلة وحسب حسب مستوية الاجتماعي اللي أنا عايشه أنا مش عايشه ولا في أقل من مستوية ولا هعايشه أكتر من مستوية وأتكلم معاه في الحديد طبعا لكن مبدأ إن أنا بأزان أعليما ديا علشان مثلا يعني ده اللي أنا فكر فيه إن أنا أقدر مثلا أديله أن يكون بيقرب في كنتاكي مع أصحابه لكن لا ما ديلوش علشان مش عارف إيه أو أديله أزياد عن اللزوم لا يعني الوهم إن يكون زي المتناسب مع عائلتي ويكون وسط أصحابه دايما يعني لا تريش إحراج مش محرج مش محروم وبالعكس أكون ميال نحية إن أنا أكون ساخي معاه عن إن أنا أكون مزنق وفي نفس الوقت بفاهمه قيمة الفلوس اللي أنا بديها له إنه بوا بيتعب في الفلوس دي عشان يجيبها إنه فيه ناس ما عندهاش واللي أنا هوفره ده ممكن نساعد بيه حد دايما فدايما دايما بفاهمه قيمة اللي الفلوس وفي نفس الوقت مش محروم ومش مزنق ومش محرج بالعكس الجنرازيتي أو القرم من ناحيتي ناحية العيال ده بعلم الولد نفسه القرم فأنا من ناحيتي بكون كريم معاه وهو بيبقى كريم مع الآخرين ومبدأ القرم في البيت مبدأ حلو إنه يكون موجود بيننا مع مين بعد كأسرة وبنعلمهم إنه القرم دايما مبدأ جميل بينك وبين أصحابك يعني فالقرم وإنك كنته تبقى ساخي وبتدي اللي حواليك ده ده مبدأ حلو الطفل يتعلمه ما إحساسه بأهمية الفلوس في نفس الوقت عزيزي المشاهد أحبائي شكركم عشان متابعتكم لينا هذه الحلقة شكركم عشان النقاش الجميل والثري ده اللي بيعبر عن ملايين المشاهدين اللي بيتابعونا إلى أن نلتقي ربنا يحفظك تلميذ للمسيح مجز المسيح